السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب جيناكم بفيديو باتش نوت جديد 8.6 الباتش نوت هذا صراحة من اطول باتشات اللي مرت علينا في الفترة هادي وانا شايفهم بيسووا تغييرات مرة كتير مرة كتير في القيم كل باتش بينزل بيغير الميتا حبتين ايش هي الميتا الميتا يعني احسن في باتش محد دائما نساعد السؤال هذا هوبفل الجواب هذا يكون وافي وكافي يعني في كل الحالات نبدأ بالباتش الاول تغييرة قالوها فى الباتش فىتك بليدي ليش قالوا الدست بليد يعني او رتبوها زى كده حاطوا الدست بلي ہے وبعدين كل الشامبيون اللي يتأثروا في دست بليت حطوها حطوهم وراها على الطول ليه لانه سووا式 نيرف كبير على الدست بليد وعشان النيرف الكبير اللي سووا عليه دسك بلايت اي يبدأ في دسك بلايت اضطروا يسولوا بف كانت كور ايتم عنده ايش يعني كور ايتم يعني ايتم اساسية اه لما لما خفضوا الدامج حقها مرة كثير كل تشامبيانز هذولا اضعف فاضطروا يمسكوا كلها تشامبيان واحد واحد ويرفعوا التغيرات اللي سارت في دسك بلايت قال لك الفكرة فيها انه دسك بلايت لما تاخدها بدري تسوي دامج مرة عالي فتفوز الگيم بكل بساطة لما تاخدها متأخر عن وقتها يعني مش في ديقة يعني مرد تاخدها على لفل امانية ولا 11 اه تمانين ايش بيانا اه لما تكون متأخر فيها مرة تصير الدامج حقك مرة ضائفة بكلب فيش سووا ضعفوها في البداية اه اه وزودوا اليوتيلتي حقتها فقام الدامج حقها نات ستوكر دامج طبال نات ستوكر الباسف حقها اذا ما انتعارفش الباسف حقها اروح عقرة من خمسة ستين تراثمية وعشرين كان لثلاثين نقص الدامج حقها خمسة تلاثين في بداية الجيم يا شباب. لميتين في الليت جيم. فهذا مرة تشينج ساقنيفكا. دامج حقك. اذا انت من الناس اللي يبني داسك بليت في البداية هيكون اضعف بكتير جدا. 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 اذا كنت ملي من خمسة ستين من تلاثين لميتين. اذا كنت آآ من تلاثين لميتين. برضو نفس الشي. يعني هنا نقص عليك خمسة واربين او خمسة تلاثين هنا نقص عليك خمسة عشر. آآ وفي نفس الوقت. طبعا انت عارف وانت ماشي بدسك بليت لو شفت آآ آآ على طول حي تطلع فوقك السكانر فتشوفها يصير بدل ما تضربها ثلاثة ضربات عشان تشيلها. لو ضربتها ضربها حي تشيلها على طول. فهذا اللي يسوا. فايبغوك لما تاخد دسك بليت انت مور يوتيلتي. وانت تنظف آآ الجنجل احسن او تنظف الطريقة اللي انت ماشي فيها. سواء كنت جنجل ولا كنت مد لانه في ناس كثيرة ياخدوا في مد زد وزي زد وزي تالون وزي آآ بابابابابا. تقريبا. لو انت نازل تسوي روم وانت ماشي في الطريق تكر تشوفها تشيلها بسرعة وترجعها. فاعطوك الخاصية هذه. طبعا هل التشينج هذا معناه انه ما عدت ستشتري دسك بليت اول آيتم ولا لا. صراحة صراحة ماني متأكد. بس الدسك بليت ما تستفيد منها الفائد العظمى حاليا إلا دا كان اخدتها واخدت بعدها آيتم اي دي في هذا. فالبورسباك حقتك فيها تقل فما ادري. في كل حالات. عشان اتشينج هذا زي ما قلنا لكم. مسكوا كل الشامبيونز اللي يلعبوا ب دسك بليت وقاموا زودوهم. بدأوا بغريفز غريفز. زودتك دامج جروت حقه من 2.143. الماجيك رزيست جروت الواحد. دابل يسموك حقته نقصوا الويند اب يعني لما تفكها بسرعة. يعني بدل ما تاخد فاصلة اتنين خمسة ثمانية عشان تطلع تاخد آآ فاصلة واحد خمسة الويند اب اللي هي بعد ما ترميها ورجعت يدك ازول. الويند اب رزيز. البس هذي تعديلات الحياة بس زودوا الدامج حقه شوية. طبعا مو معناه انه غريفز يبدأ بديسك بليت ابدا. آآ غريفز ممكن يلعب ورير اول. آآ شفناه يعني فعشان كده ما قدوا له تعديلات كبيرة. يعني لانه ما هي كور ايتم يمكن ايتم سكندري. ما هي المالايتمات الاساسية فزودوا الدامج حقه بس ما سوولوا مرة تعديلة كبيرة. هذا تعديل حي رجع للميتا. اه 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 اه. ما اعظون ولا حنشوفوه. اكين. زودوا البونس اتاك دامج حقه من وون بوين تري على الدبليو. وزودوا البونس اتاك دامج على حقه من وون بوين تفل لون بوين تفل فايف. فما ادالوا اياها في اوتو اتاكس حقاته ادالوا اياها في الدبليو والآر. هذا معناه لازم اجيب الدبليو والآر حقاتك عشان تعوض الدامج اللي راح عليك من دسك بليت. اللي هو في حالة انت مليه خمسة وتلاتين. اه بوينت وان بونستاك دامج لو كان عندك 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 مية يعني حتسوي عشرة زيادة بوينت دو فايف يعني. يعني حتسوي لو جبتهم كلهم صح. وعندك مية اي دي حتجيب الخمسة وعشرين والخمسة وتلاتين اللي ناقصه. فما زال النيرف. طبعا هذا الار لما يكون اه شادو اساسن. اه مش مش هو داركنة وهو شادو بس. الار هو شادو وتغيرت وهو داركن لا. خازيكس اه كلنا عارفين عند حين شوية او الناس بتقول هو مرة او بي هم كثير بيقولوا في في بيقول ان هو مرة كويس. بس عشان او بي نس هذه وعشان التعديلات اللي صارت بالدسك بلايد برضو قاموا البيس دامج حقه نقصه خمسة وستين لخمسين. الريشيو من اون بوين 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 تري. الايزوليتد بونس دامج فخ. خلوه مية في المية. اه مية في المية اديشن ال دامج. فا لو ضربت واحد هو ايزوليتد. هتعود كل الدامج اللي راح عليك من الدسك بلايد. فاهمين? بشعلو لك الدسك بلايد. نقصو لك البيس دامج حق الكيو. بس ازودو لك الايزوليتد بونس. يعني انت لازم لما تلعب. تلعب على الباسيف حقه. تدور لك على واحد ايزوليتد وتضربه. طبعا الايزوليشن يشتغل على على كثير من الكامس. كلنا نعرفين الكامس اللي هي السنجل لكل واحد اللي حالها. هتصير ايزوليتد فاتسوي الدامج عليها مرة عالي فمش بطال. ايزوليتد دامج نقص من مية فاصلة سبعة. اه بونس اتك دامج زائد بونس اتك دامج اللي واحد ما اللي سر المية لاثنين فاصلة ستة. فكمية الدامج اللي حتسوي وانت ايزوليتد مرة كبيرة. مرة كبيرة. هذا بف. مو طبيعي للكيو حقته لو استخدمته في المكان الصح. اه الدابديو حقتها شالو. اه يعني خفف حقه على الجنجل لما تلعب قدام الكامس اللي هم ملتيبل. لو كان كامب واحد عندك الايزوليشن. اه كان ما في المنين واحد في الكامب. الايزوليشن يعطيك الدامج الزيادة حق الكيو. فيمكن ما اعطي فرق معك. بس لما تلعب. اه على 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 مع الكامبس اللي فيها منينز كتير. اتبديو الدامج حقها. انا رقل. اه ميس فورشن. البيستات زود الاتاك دامج حقها. قرص تات من واحد لي اثنين. التعديلة هادي يمكن صحيح انها بسيطة بس يمكن تعيير الستارتنج ايتم حقتها من اه يا مومو ولا ممكن دوسك بليت. انفينيتي اتج. عشان الاتاك دامج موديفاير يستفيد من الكريت اكثر انترستنج. ام ما زالت يعني يمومو مش بطال عليها لو تاخد سراتة بلايد اول وتفوز الارلي جيم. بس اظن ميس فورشن كريت هتبدأ تلاعيدو حين. اظن حيتسولها بوف تاني كمان مع ال او مادري. يعني لما حينزلوا دائما رايو انت عارفين ومشاوة لما نزلوا سكن مو طبيعي لأي تشامب يعني تدولوا بوف مو طبيعي عشان يدوها عشان الناس كلنا تشتير سكن بعدين يطلعوا من الحياة. النقطون الار حقها تزود البيست دامج حقها في الليت جيم دي اربعمية اكشري في المد الليت جيم يعني لفل احداش ولفل سبتاش. اذا خمس سبعين يعني خمسة وعشرين هنا ما هو مرة كبير. و اربعمية اخمسين هنا ما هو كبير في الليت جيم. بس زود الريشو حقه عشان شاروا كل التعديلات هادة اللي شايفينها تقريبا عشان الديسك بلايد شينج. اوكي? اه رينجر اه سووا عليه تعديل تعديلات بسيطة عشان يصلحوا بعض المشاكل اللي سواء اللي صارت معاه بعد ما صر له اه ريفيرت للكيو حقها والباسيف حقها فراسة اللوكات after using an empowered spell only applies on the slot you can cast هادة فراسة اللوكات. افتر. لما انت يكون عندك في الفراسة تسوي الكيو الكيو يسير لها لوكات ما تقريبا استخدامها مرة تانية فصار اللوكات. فور كيو اند اي بدل ما هو فاصلة. اتنين خمسة بيصير فاصلة واحد. اذا انت برونز سيلفر جولد ولا تحت امار كبير ما حتى نعرفش هذا معنا ولا حيفرق معك. فكمل زي ما ينتش. ادت 5 مور في اولاينز. هادة مضروري. زود الاتاك دامج حقها ال 1.4 عشان برضو نفس المشكلة ان والله كان يبني دسك بلايد و دسك بلايد سال له هذا. هادة تغذير الحياة. ما في شي ضروري زودوا الاتاك دامج من باصلة سبعة الفاصلة تمانية زودوا الامباورد ريشيو من فاصلة سبعة الفاصلة تمانية بنفس الاتاك دامج برضو كله هادة عشان عشان العشان الدسك بلايد شينج وبعدين الآر زودوا للتاك دامج حق الفاصلة خمسة كلكم هتقول اوه هادي كلها بفات جامدة للشامبيونز هدول لا اوه ايتم دسك بلايد راحت يا شباب هذا تعويض واضن اضن في حالات كتير هيكونوا يعني هيكون دامجهم اقل مرة كتير في بداية القيم بالذات كين وخازيكس لما ما يكون ايزوليتد ام ونوكتون في الايرلي جيم يعني لفل ستة ما حيسوي الوانشوت اللي كان بيسوي اول شاكو نفس المصيبة اا رينغار نفس المصيبة في الايرلي جيم شاكو اظنهم اظنهم سووا له بف جامد حبتين شوية عشان شارلوا يعني برضو كورا ايتم الدسك بلايد بس البف اللي اعطاله اياه اظنه شوية قوي طبعا احنا اظن كلنا او كل اللي يلعبوا شاكو شاكو مينز يلفلوا الاي اول في الجنغل اما تعديلها هادي اظن الناس هتبدأ تلفل الكيو اول شاكو's basic next basic attack after deceive انت بعد ما تسوي الكيو والضرب اللي بعدها كانت اااا يعني كان لما تلفل الكيو بس نقص الصيري حقها اذا افتكر الاحين زودوا عليها بين base attack damage انا ما نعرف ليش فصار 10 20 30 40 50 زائد 7.6 attack damage زائد 3 باصلة 3 ability power bonus physical damage فالكيو حقاتك صار الدامج حقها مرة عالي فما ادري امكن 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 دائما كانوا يمقصوا الاي في الجنغل اول في ناس قليل كانوا يمقصوا الكيو بس الاي is better for اتليست هذا اللي فهمتوا يعني في كل حالات فشاكو اصلا الوين ريت حقه من 53% اذا كان اي ماكس اول الوين ريت حقه فوق ال 50% اذا كان الكيو ماكس اول الحين الكيو ماكس حيصير الوين ريت حقه اكيد اكيد اعلى من 50% اكيد اعلى من 250% من 75% ال 175% ال 75% ال 245% في الليت كيم ما تغير مرة كثير هذا برضو التشينج عشان نفس الفكرة دسك بليد زودوا الوين ريت حقه فاصلة 8 لواحد عشان نفس الشي يا شباب بس ما حطه في الوين ريت حقه اتعطوا التاق دامج بروت زودوه الاربعة وهذا اظن مرة كثير على ووكونج ووكونج بروزر اساسين ما هو اساسين انجيجر بروزر اللي هو الجاقرنط يعني كل الناس بيبنوا عليه شوية AD في البداية بعدين يروحوا في التانك الدامج هذا مرة كبير يعني كل الليفل بيزيد عنده البيس AD حقه اربعة بدل ثلاثة فهذا معناه تقول تروح تانكي ابدر وتقول تسوي دامج عالة I don't know where they're doing this الـ Q الـ Z برضو نفس الشي الـ Pass-Through Damage يش يعني الـ Pass-Through Damage لما ترمي الـ Q حقتك على واحد عليك يعني على واحد وقدامه Minion العدم اللي بعد الـ Minion الدامج عليه حق الشركة 50% الوحدة وكان فيه اول لما نجيب ثلاثة شركة والاثنين في نفس الوقت الثلاثة Qs الدامج حقهم يعني الدامج حق الوله كامل الدامج حق الثاني أقل الدامج حق الأي شيء بعدها يصير 75% من الدامج الأساسي حقه لو هي تسوي 100 تسوي 75% ده حين لا حين سوى لك باف على الـ Q حقتك مو طبيعية لو انت من الناس اللي تجيبها لو انت سويت الـ Shadow حق الـ Alt وال Shadow حق الـ W والـ Q حقتك وكل الثلاثة جواه وكل واحدة 100 كلها هتضرب 100 أوكي فالمحترفين زيت أنا أنا تعجبني الـ Changes اللي زي كده في الـ Game الـ Changes اللي يتمد على الـ Skill كل ما كنت أحسن بالـ Champion كل ما كان أدائك أحسن يعني لازم نجيب الـ Q زي الناس اللي وادم عشان تجري تكسوا لحد الـ Death Mark الـ Stored Damage 25-35-40 خلوا 25-40-55 دامج ده الـ During Death Mark طبعا لو انت تجيب الـ Q زي الناس اللي وادم انت كمية الدامج اللي هتجيبها مطبيية وعشان برضو الـ Dusk Blade Change بنرف قاموا زودوا دور الدامج حقه كايسة من يوم ما نزلت مهم عارفين يشي بقوا فيها نرفوها بف بفوها بف بفوها نرفوها جارسين يغيروا الماتشاب حقها ماشية بطريقة غريبة الـ Air Legame حقها مرة ضيف الـ Winner Rate حقها أقل من 50% حوالي 47% الناس لسه بيتعلموا عليها بمية الدامج اللي بتساويه في الـ Late Game مرة مهول لو صرت الـ Late Game لما بلعبوها بـ AP الـ AP Ratio حقها مرة عالي والدامج اللي بتساويه مو طبيعي بس ما زالت في البطلين جدا سيئة فايش قاموا سووا؟ زودتاك رينج حقها من خمسمين إلى خمسمين وخمسة وعشرين يعني ها تبعناها صارت من 2 يعني من ايه الـ Second Skin الـ Passive حقتها scales الـ Stack Ratio تزيد من بدل فاصلة واحد لفاصلة اثنين الين فاصلة أربع انت عارفين كل الـ Stack تحطها يعني في آخر ضربة لما تشيلها لتفجر الـ Stack يصير دامج حقها عالي فكل Stack موجود on applying fresh bla 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 كل ما جاد الـ Stack هادز كل ما جاد الـ دامج زودت دامج حقك بالـ AP Ratio ها ما حافريك كتير في الـ Early Game عشان أصلا ما عندك AP كتير بس ممكن بس ممكن الـ 2.5 target maximum بس ممكن من خلال 3.7 target maximum طبعا هذا الـ AP اللي تكلم عن الفرق بين AD كايسا و AP كايسا بعد ما نشوف التأديرات هذه كلها الـ Range زاد لأنه زود الـ Range حقها زود الـ Range حق الـ Q حق الـ W حق الـ E وحق الـ Alt كلها زادت 25 25 الـ Q الـ Ability Power Ratio صار فاصلة أربع الـ AP Ratio 4 6 مسال صار واحد يعني زود الـ AP Ratio حق الـ Q ثاني الـ AP Ratio حق الـ W صار فاصلة أربع خمسة Void Seeker deals the same amount of damage due to the second skin buff above Evolved Void Skeaker نسوي مور دامج زيادة Super Charge تغيروها كيف تشتغل شوية كانت أول تسوي الـ E تختفي شوية طبعا ما تقول تسويه لشين بس تاخد وقت عشان تختفي وتاخد وقت عشان تطلع قلل الوقت اللي تاخده عشان تختفي عشان نقللك اني بغى نستفيد منها بسرعة نبغى نقلل الوقت الـ Utility نقلل الوقت الاختفاء نبغى نزود وقت الدامج اللي تسويه عشان الدامج اللي بتسويه مطبيعي بس الـ E حين هتشوفها صارت أسرع شوية الـ Minimum Bonus Movement Speed صارت من 40% إلى 55% الـ Movement Speed صار مرة عاري الـ Maximum Bonus Movement Speed صار 110% الـ Killer Instinct اللي هو الـ Ulti زي ما قلنا زودوا على هذا والـ Shield is now granted OnCast Clingers أول كان لما تسوي الـ Ulti لما بعد ما ترفع الزر حق الـ Ulti يجي لك الـ Shield الحين أول ما تضغط يجي لك الـ Shield ويجلس عليك ثلاثة ثواني وهذا حيخلي حياتك أسهل إذا كنت كايسا AD التغييرات هذه مهي مرة كبيرة ولا هتفرق معك كثير إلا في البطلين إذا كنت بتلعب AD عشان وشوية دامج زيادة من الـ Passive فرفعوا الدامج حقها شوي إذا كنت AP كمية الدامج اللي هتسويه مو طبيعي أنا ماني فاهم الـ Change هذا غريب غريب إيبوك تلعب بها بقنوسو تلعبها بقنوسو إذا كنت بط طبعا ما هتشوف بعد شوية القنوسو ريج بلايد إش صار فيه فالـ Power Spikes حقتك طبعا نحن مرة هتتأخر فهي إيبوك توصل الـ Power Spikes حقتك من بدري لا إيبوه هناك ADC بـ On Hit ADC بـ On Hit يعني غنوسو ويتس أنت بلايد أوف دارون كينغ واتاك سبيد ايتم واحتمال كبير كمان يكون تلعبها بليثال تيمبو بدل فليت فوت ولا التاني حنشوف حنشوف Listen كلنا عارفين بعد ما شارل تراكرز نايف صار تقريبا برا القيم مع أنه في الـ CS بيلعبوه أكتر شوية First Attack Energy Return صار الـ Passive حقته الـ Return حق الـ Energy الـ Energy اللي صار يرجع له صار أكتر لأنه ما زال البلد حقه الـ Main اللي هو إيش الـ Warrior يعني فهتأخذ شوية CDR بس عشان الـ CDR كان عندك مرة عالي كنت يستخدم الـ Energy مرة بسرعة فقال لك أو ينعطيك الـ Energy زيادة الـ Range حق الـ Q زات 100 والـ Damage حق الـ Alty في الـ Mid Game والـ Late Game صار مرة عالي فهذا بس Damage 600 بس Damage يعني لو حتى لو رحت لانكي وصلت Late Game الـ ADC تنفضه بوحدة Alty تشي 600 من هلده أوكي لوسيان كلنا عارفين أنه برضه برا القيم وبيحاولوا يرجعوا بطريقة أو بأخرى البفة اللي سواهه صراحة بفة أكتر للمده للـ Top لوسيان من أنه للـ ADC والله حتى الـ ADC مش بطالي يعني بس ما هو مرة significant للـ ADC لأنه ما زال الـ ADCs البقية قوموا منه وحسن منه كثير بس مده Top حيكون بولي قدام الماتشابس اللي تنفع فيها الـ W زود الدامج حقها 25 يا شخص كان لما تسوي الـ W على واحد يروح 60 ده حين صارت 25 زيادة يعني 85 وهذي مرة عالية مع الـ Passive مع الـ Passive بفة اللي سواههه الـ Patch اللي فات ولا اللي قبله الـ Damage حق الـ Alty Ratio Per Shot كانت 0.2 صارت 0.2 خمسة ترتك والـ Max Ratio زادت حبة فزودوا الـ Damage حق الـ Abilities حقها عشان كده بنقول mid to Top أحسن بس ينفع Quinn سووا له change مرة كبير وأشوف وأنا أقول لكم صراحة هنشوف Quinn مرة كثير بالزات الـ Quinn OTPs مرة حينبسطوا لأنه change هذا مو طبيعي الـ Basic Attack Damage نرفوه من 62 إلى 50 Attack Damage Growth خلوه ثلاثة أعلى يعني بدأت الـ Game الـ Damage حقه أقل بس لبعد ما يسوه Scale الـ Damage حقه أعلى وغيروا الـ Passive ومو لازم تضرب الأدمي عشان تطلع على الـ Stack ممكن وإنت بتضربه في الطريق والطريقة حقتك طالعة في الطريق يجي عليه الـ Burnability فهذا معناه فيه Burnability مرة كثيرة حتزيد زيادة هذا معناه كمية الدامج اللي حتسويه أكثر كثير ما فيها كلم الشي الثاني الـ R حقتك Strike now applies Burnable Mark to all enemy champions لو روحت بكيت الـ R فرشتها على العالم كلهم يجيهم Burnability فهو ممكن تضربهم واحد 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 على السريع وتديهم Create that وهذا مرة significant هذا معناه الـ Damage حقه أعلى هذا معناه الـ Assassination Capability حقته صارت أعلى يعني يقدر اقتلوا واحد مرة بسرعة أكثر من أول الـ Change الثاني العظيم Taking damage from non minions while flying أول وإنت طائر وإنت منت وإنت مـ وجاء Champion ضربك كان يفكك لحين بس ما يفكك بس يشير الـ Movement speed حقتك Taking damage from minions while flying no longer slows وإنت بتمشي والـ Minions ضربوك ما يصير لك slow هذا برضو change مرة كبير أول كان أشايف Valor طائر علي أو شايف هي بالـ Alty طائر علي أضربها بالـ Q حقت Kate من بعيد بس يفكها لحين ما يفكها بس لحين يصير أبطأ شوي Ultimately cast behind the enemy lines when they turning to the summoning platform ماذا ما هو ضروري Buc fix Buc fix Buc fix Buc fix Buc fix هنشوفكم مرة كثير قدقوني راكان كلنا نعرفين إنه راكان حاليا ما هو كويس إلا لما نلعب مع زايا في أي حالة الحاله ما هو قدي كده أو at least في ناس كثير بيقولوا كده وفي ناس بيخلفوهم في الرأي أنا معيد حبتين للناس اللي يقولوا إنه راكان is not performing that well ما بيسوي مرة كويس إلا لما يكون مع زايا فقاموا على طوله buff ratio على Q buff ratio على W buff على range حق E لما تكون زايا لما ما يكون مع زايا لما يكون مع زايا نفس الشي ألف ما تغير أوكي فـ Q أعلى معناها الهل حقه أعلى ال W أعلى معناها الدامج حقه أعلى ال E أعلى معناها ال range حق إنك تروح وترجع السهر أعلى وزايا مو معاك طبعا مع زايا ألف زي ما هو ما تغير يا المية الزيادة هادي تعمل عماية دي شو بكل حالات زايا عشان سووا بفلي راكان سووا نرف بسيط لي زايا زايا أول كان لما تشغل ال W وإنت تضرب auto attack وراكان جنبك حتى راكان يضرب على auto attack مو لازم راكان يضرب بنفسه دحين لا كل واحد ضرب على auto attacks حقتهم أوكي بكل بسيط الأيتمز شوريليز ريفير هادي من الأيتمز اللي مرة قديمة وانشهالت في القيم ورجعت إذا ما كنتوا عارفين الأيتم هادي مخصصة لل support اللي هما utility كلنا عارفين التانكز مثلا عندهم ايتمز فيها movement speed فيها reduction فيها مدرمين عندك التانكز ياخدوا ياخدوا righteous glory ممكن عشان يجيبوا movement speed فقاموا أعطوا شوريليز ريفير نفس نقية فيها برضو movement speed buff اللي هي لما تضغطها تجريك وتجري العالم بس فيها stats تنفع لل utility فيها 40 AP فيها 200 health فيها 10% فيها movement speed 8% فإنت ك utility support يعني جانا نامي لولو الايتم هادي يعني صار ينصح فيها في حالات مرة كثيرة بذات لما يكون عندك engage team اللي هو all in team يبويجروا كلهم يصير تقدر تجريهم وفي نفس الوقت يصير عندك AP زيادة وكل دلك طبعا انت للأسف حتطر تختار يعني متى تشتريها شوريليز ريفير تشتري دائما ايش نلعب لما تلعب اه احتمار كبير rytory support اتلعب حتلعب يمكن ميكايل بردو وبعدها خلاص تروح damaged items غير انك والله بتبني الصفرة اللي هو gold اه 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 بس اذا ما بنت ال gold coin بنته محيكون عندك ال move مثياته فاذا انت من اللي ابني spell thief هيصير عندك الشيير اللي يازرف يرتأخذها فspell thief اه اردن سنسر راش اذا كنت من التشامبيز هكونا اردن سنسر راش اه فيه تيم فايز كثيرة عندك اه تختار يصير بين ردمشن وبين هذي اي اتب احنا اول على حسب ايش تحتاج. اه ير عندكم اه فايزين في الالي جيم. عندكم اه سنوبول مو طبيعي تاخد هذي قبل ما تاخد ردمشن تروحوا تفجروهم كلهم. اه او لا والله يتيبوا ردمشن عشان الزيادة بل انتبع. بس الايتم هذي هتكون لتلات ارباع اليوتلتي سابورتز. اذا ما انت فاهم الكلمات اللي كلها قلتها. انا اسف وبشدة. زي ما قلنا السابورتز اللي هما ما هم تانكس ما هم كبار ضخمين زي الستر وليونا اللي هما الضعافة اللي يسووا اي بي. وما هم في اي بي زي براند وشي اسمه. لو عندهم شيلد وهيل هذول يسمون بيوتريتي سابورتز. اوكي? اه الابس الماسك اه التشينج هذا صراحة من احسن التشينج زي اللي يسووا بالنسبة. يعني انا مرة مبسوط انه مرة نقصوا الاورة الريديوس حق الاورة حق الابس الماسك على المدز. لانه كل المدز اللي هما او كنترول ميجي زي سموهم زي رايز وزي اه طبعا قالوا يو يختلف في امره لانه تانكي شوية اكثر من انه اي بي. اه بس كنترول ميجيز كثير زي مالزهار وزي هذا كلهم كانوا ياخدوا ابس الماسك ويستفيد من الرينج حقها. فدحين التغييره هاده اللي سووها اللي غيروا الاورة من ثلاثمية خمسة وشرين سنتر. هذا معناها ما هتنفع الا على تشامبيونز اللي هم مرة تانكي. حقها. زي حق الحق السندر. حق الحق السندر. يا. ما زالت تنفع عليه. لانه تانك مش قال يو اي دي مش قال يو اي بي. تنفع عليه. فهذه الايتم صارت مخصوصة لتانكس فقط يا شباب. انه زم وبوده ماجيك دامج امبليفاير حقها من عشرة فيل في مية وخمسة وقتها في مية. بس ما تستفيد منها اذا انت من الشامبيونز اللي يضرب من بعيد رايز ما يسوفي د منها نهائيا. فا الاتم هذه صارت لتانكس الحمد لله أخيرا برضو صوى لها نرف لأنه كمية الشيلد حقها كمو طبيعي الشيلد ريشيو بدلها 20% من الكارن 8 15% من الكارن 8 كل ما نقصها الشيلد وبدل ما يجلس 3-8 صار يجلس كتير كانوا ياخدوه بصراحة ويجلس عندهم سستينابلتي مو طبيعي رايز كاسيوبيا اللي هم عندهم عبرتز كثيرة وقدروا يسووه كان الشيلد حقهم يخلوهم يعيشوا مرة كثيرة سوى عليه تغيير بسيط ماهو ضروري أبدا كل اللي لازم تعرفوا انه ده حين يسوي دامج زيادة شوية كان ما يهم لا مو لازم يكون عندك فل ستاكس عشان تضرب واحد وتدي الدامج زيادة أول كان لازم يكون فل ستاكس إذا ما كنت فل ستاكس ما تسوي عليه دامج وتخسر 15 ستاك ده حين لا لما تضرب وانت ما عندك ستاكس كامرا حينضرب دامج زيادة أقل من الدامج اللي هو إذا كان عندك فل ستاكس بكل بساطة إذا دخلت في كومبات يطلع وسط القنو سوريج بلايد تشينج عظيم غريب جديد أظن أظن حيخرب مرة كتير كده وصلوا للباور سبايك حقتهم أم التوتال كوست نقصوه من ثلاثة الاف ستمية لثلاثة الاف البلد باث تغير شوية كان في بلاستين وان صار في أمبليفاينج توم والباقي زي ما هو بيكاكس وركيرسف بو البولد صار ستمية وتسعين لتاك دامج نقصوها الخمسة وعشرين الابليتي باور نقصوها الخمسة وعشرين فعندك بيس دامج أقل مرة كتير في البداية طبعا لا تنسى إذا انت اه شامبيون ينفى معاك باروس زي باروس زي كوغماو زي 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 هو افر اللي يستفيد منه بالطريقة هذي الدامج حقك في الايرلي جيم حيكون مرة قل لما تشريق نوسو بارة بأول عشان البيس ايدي نقص عشان البيس عبليتي باور نقص عشان الماجيك دامج اون هيت كان خمسة اكن خمسة زi زاعت واحد فاصلة وعبريتي باور الفيزيك الوديس اون هيت صار الحين يزيك تسوي ماجيك دامج وم segundo كان اول تسوي خمستاشاء على طول حين نسوي خمسة زاعت واحد يعني فاصلة واحد سائت خمسة زاعت south ف unbelieve تقريبا تقريبا الخمسة في البداية هذه الحالها يعني عشان ما عندك ابريتي باور مرة كثير في البداية اكتشدي الى لم تشري في احتمال تسوي شتة سبعة 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 ونصت تقريبا في البداية وهنا حتسوي سبعة ونص أو تمانية. يعني حتجيب نفس الخمستاشة اللي جابها. بس كل ما زاد تزيد كل ما زاد تزيد. تفاهمين? اربعة في المية بدل اربعة كل ما زاد الساكات كل ما زاد والتاك سبيد وهذا اللي حتخلي الايتم هذي غربانة. فعرفي فاكرين ايشان الفرق بين معناها اللي جيك من الايتم مش الاتاك سبيد اللي عليك. التوتال اتاك سبيد التوتال اي شي جاك من ايتمز من رونز من بيستاتس من 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 كل هتتجمع مع بعض. الاتاك دامج بير ستاك اربعة في المية بونس اتاك دامج اتهاف ستاكس ميلي شامبيونز نيكست بس اتاك اتاك فولي ستاك ريج بليد. هذا شي للميليز مخصوص لما تكون نص ستاكس لو سويت اوتو اتاك واحدة حتفلي الاستاكس حقتك على طول. طبعا ليتشامبيونز اللي ينفع معهم ريج بليد. اه مجمع الكبير جاكس ممكن. اه ماستري اه اه يا ماستري ماستري يمكن جاكس. زمان ما شفتوا بقانوسو صراحة بس يمكن بس ماستري هيستفيد منه وقت رشين. ايش معنا لكلام هذا؟ معنا لكلام هذا انه انت اذا تلعب قانوسو ريج بليد. اذا انت تشامبيونير يلعب قانوسو ريج بليد. الدامج اللي كنت سوي اول بعد ما اشتري ايتم واحدة كان حقتك بقانوسو. نجيب قانوسو يكون عندك بزات لما يكون في لما يكون عندك والله السابورت جايب بدري حتسفي دامج مو طبيعي ده احيان الدامج حقك سار مرة قل فما تستفيد من قانوسو الا لما تشتري ايتم الثانية. ايتم الثانية اللي بعدها هيكون شوية ايدي زيادة عندك فحتيجل تستفيد منها اكتر مرة كثير. وحتيجل ترجع الدامج اللي راح انها لما تشتري ايتم واحدة. اللي حلو في الموضوع. انه قانوسو. ده احين تخليك توصل للتاكس بيت حقك. عارفين التناف PB كم? اتنين فصلةاربعة اتنين فصلةخمسة. يعني اه كل دقيقة. كل سانية يعني تلتمية في المية. احد توصلها واحدة اذا كنت من اللي عنده اه. راتنا زيكو حقيت اه رستانة زي الدبلي او حقات آآ ما اسمه? حقات آآ كوغماو. طب زي حقات فاروس. كل اللي عندهم حيسايد منها كثيرا. عشان كده احتمال كبير. اي شخص. يعني شوف من واحدة حتزاوه. حتيوصل للباورس للتاك سبيد سباك. من واحدة. حتيوصل للباورس للكاب. ما فيها كلام. اذا كان عندك الزيادة هذه. اذا انت من الشامبيونز اللي عنده والله حتيبها الكبير ما توصلها. طبعا ان توصلها لما تفك الكيو. لما ترجع الوضع الطبيعي يترجع. فاحتمال كبير. التعديلة هذي هتجبر مرة كثير. انهم يحولوا بدل ما يلعبوا يعني او اللي يتمدوا على قنيسة يحول يجبها ليش? لانو ايش تسوي? تزاود لك حقك يطلع لين اربعة. وكمية اللي حتسويه موادمي. انا من الناس اللي احب العفاروس. احتمال كبير. احتمال كبير. ونالعفاروس حلاب بليها التمبو. ابغى شوف ايش تسوي الايتم هذي. اه هكستك جيال بي. اه توتال كوست حقها سوت الفين وثمانمية. الكمباين كوست ستمية وخمسين. نقصوا الكوست حقها لانو والله اه مرة ضعيفة بيقول الايتم هذي ما حد بيستفيد منها وما حد بيشتريها اني يبغى الناس يشتروها. الساتيكشف نقصوا البروك دامج حقها من ستين مئة وستين لستين مئة واربعين. هذا معناها دامج حقها. في بداية الجيم ما زال في الليت جيم حيبدأ يقل. اه هذا معناها اول لما والله يتسوي لها على المينيونز كنت تشيل المينيونز اللي ورا على طول ما تشيلهم من ضرب واحدة. او تشيل المينيونز اللي هو من من البروك ده حي ما تشيل لهم يبعلك شوية ضربة زيادة. اه ليش سووا التعديل هذي? التعديل هذي سووها عشان ينقصوا الوايف كلير من الشامبيونز اللي معا عندهم كان اي شامبيون بس يبقى يسوي اي 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 دي سي حتى لو ما عنده يقوم ياخد فهما يبقى ينقصوا الكلام هذا ويبقوا الشامبيون كل واحد له رول مخصوص ويبقوا الناس تفرق بين ورابيد فاير ايش احسن لك او ايش الكمبانيشن مع بعض ايش الاتم الثاني اللي ممكن سفيد منها. ميتة تاخد فانتم دانسر ميتة تاخد ساتيك شيف ميتة تاخد رابد فاير. ما زال اذا انت تشامبيون يفضل الرينج وال وال والوايف كلير ساتيك شيف مرة كويس مع رابد او بدل ما تبني ساتيك شيف اول سيتبني رابد فاير كانون اول يعني زي جن اه طبعا الرابيد فاير مرة احسن. دي لوشيا الرابيد فاير حيصير مرة احسن بدل ما يصير بساتيك. عشان البفر اللي سووا عليها فصار الدامج حق الرابيد فاير نفس الدامج حق الستاتيك شيف والوايف كلير حق الستاتيك شيف اقل. ما زال كريت زي ما هو ساتيك شيف ما زالت كويس. هيتنفع على يعني كيت مسلا تلعب كيت بتلعب pump تويتش بتلعب تريستانا بتلعب فين فين يصير ممكن عليها الكلام بس البقية ما زال الاستهتكشف اذا ايتم مرة كويسة ما هتفريق معك كثير بس يصير انت حتى تخير بدل ما تبني تخير تبني رابد فاير اول ولا استهتكشف انت عارفين الاثنين كلهم دايس ان رجايز مع بعض على اساس كل ما لما تاخد رابد فاير ينقص اي واحد منهم اللي نقص لكل حالات قل لك اغنايت من فترة طويلة الدامج حقها مرة قليل نبغاها تتوازع مع الزيادة كلها لازم تعرفون اغنايت ده حين تسويف بدأت القيم بدل 70-80 و هنا يتلقيم بدل 410-505 اغنايت سهلت احسن الهيل برضو لازم تعرف ان الكل دون حقه نقص من 240-270 زات من 240-270 عشان يبو يقربوها شوية اقرب في اغنايت هنا 300 هنا 200-270 هذا معناها تقريبا 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 عندك ويندو بس 30 ثانية لازم تعرف نزلوا رون جديد عظيمة صراحة عجبتني اسمها يعني انا حدخل على الشرم حق في كل حالات في البريسيزين كيستون تنفع على الشامبيونز اللي هم ميلي دامجين انيمي شامبيونز ريفرشيز دي بوف الله يتصدق ما هم قايلين هي ميلي ولا رينجت يعني ما تفرق يعني ما حددوا اتاك اجنس الانيمي شامبيون غرانس الاتاك دامج باست اون ان كونفيرس 20% ما ما يعني انا انا شوفها يعني لما نطالع في التعدي في الهلي افتر 4 سيكنز اين كومبات يو بايسيك اتاك يور فرست اتاك اجنس الانيمي شامبيون غرانس يو عشرة الى خمسة وثلاثة اتاك دامج باست اون لفور 3 سيكنز ان كونفيرس 20% يحول لعشرين في المية من دامج حقك ما اشوفها للاياي دي سي لانا الاي دي سي ما زال يستفيد من برس اه اه برس دا اتاك وليثال تيمبو وفليت فوت اكثر مما يستفيد من هادي لانو البوتلين بالزات في ميتة تريتز اللي فيه شورتير ما هي لونج تير يعني مو اربع سوانت يستضرب تضرب ضربتين وتطلع تضرب ضربتين وتطلع ايه هكذا بكل حالات هنشوف عامتان هما بيقولوا احنا هادي تفضل للملييد شيانبيونز اللي هما اه يعني طوب زي ما قلنا بعد اربع ثواني وانتبت تضرب مع واحد الضربة الاولى اللي تسويها هي تضرب زيادة عشرة الى خمسة وتلاتين علىسبع Enuga وعشرة وعشرين في المية من الدامج هذا حيجي هدا معناه كل ما زاد اللي بل حقك كل ما زاد الدامج اللي تسويه طبعا وكل ما زاد الدامج والدامج وكل ما زاد الدامج اللي تسويه 20% من الدامج اللي تسويه حيكون True Damage هذا معناه لو كان قدامك تانك كل ما زيت للجيم كل ما طول القيم وقدامك تانك كل ما تسوي دامج عليه زيادة إذا كان قدامك يعني أنت بصلا في عرب تلعب قدام ريفن ولا قدام واحد من الشامبيونز اللي هما دامج ما هتفرق هذه ما يعني لا تأخذها حرام بس إذا كان قدامك واحد تانك This is one of your best ما فيها كلام ملي only ملي only أكتر واحد يستفيد منها الملي البف هذا البف هذا كل ما تضرب اللي قدامك يسير له ريفرش بس الملي يسير لهم ريفرش اللي ما هم ملي ما يسير لهم ريفرش عشان كده بنقول تفضل للملي إذا ما كنت ملي هتستفيد منه لمدة بعد أربع ثواني لثلاثة ثواني وبعدين ما سير لها ريفرش تتصفر وبعدين لازم تخش بمرة ثانية أربع ثواني تضارب إذا كنت ملي وإنت في الثلاثة ثواني هذه كل ضربة تضربها يسوي ريفرش يسوي ريفرش يسوي ريفرش فهذه لا تأخذها إلا إذا كنت تضارب مع تانك وتأخذ يعني ما تأخذ اللي هو تانكي تتأخذ طبعا هذا احتمال كبير يغير كثير من يعني شفنا ريفن كتير يلعبوا يلعبوا يمكن حيلعبوا يمكن حيلعبوا ياسوى داريوس اكتر بما كونكرر فيورا برضو بون بون ما غيروا في أشياء لننقصوا دوريشن حقا من خلسة ثوانية ثلاثة ثوانية بون بون بلاتين كويسة من يوم ما ضعفوها كريسالس 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 رون جديدة في هيحطوها ستبدأ بستين هلت زيادة بعد ما تجيب أربع تيكداون يعني أربع أو أربع أي واحد أي شي منها هتتحول الستين هلت هاتي تروح ويجي لك بعد بدالها إياه تسعة اتاك دامج أو خمستاشر رابيرتي باور عداب تبع على حسب إنت ايدي ولا اي بي طبعا هادي زي ما بيقول لك هون لما يكون عندك السكنديري ريزولف مرة كويسة عليك ولا حتى البرايمري إذا أنت من الناس اللي في الأرلي جيم تبغى تلعب سيف وتبغى والله سيسر بعدين ممكن أنا أشوفها على شن أشوفها على برضو على ريفن على ايريليا على طبعا ايريليا ما في أكرام على على تشامبيونز هذورا كلهم لو أخذ سكنديري ريزولف يصير تستفيد منها في بدات الجيم في أنك تعيش توصل للوقت اللي تحتاج وبعد كده تتحول لك لدامج زيادة أحب هذه صراحة أنا حبيتها واحل شيف الموضوع أنك تكرت تاخد وتاخد كريسالس لأنهم مهم في نفس الصف فوضعك في السليم وضعك في السليم جدا شالوا الرونز هذه اللي هي لأنه قال لك والله ما بنستفيد منها كثير فأكيد احتماء كبير كريسالس في كل الحالات اللي كانت تدي لك خمسة ايدي خمسة ارمر والميرو الشل اللي كانت تدي لك خمسة ام آر بيقولوا والله اللعب بها اختياراتها مرة وما ما في انها فائدة الا في بداية القيم وما استفيد منها اي حاجة بدلوها بك رسالس وصارت ادابت فهو البداية يجيك الهلثة الزيادة وبعدين يتحول للدامج زيادة بيري نايس معجبني الشينج هذا صراحة اللي كان عنده وحاط فيها ايرون سكين حتتحول ل فأي أحد عنده رونز والنا وانديكيتر نعم 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 هذا كله ما ههم هادي تلاتة تلاتة انا ما حاط عاليا فيها لا حفقها ايشاغلو من تلاتين تلاتة الى ستاشر اربعة في الويكندات هذي يعني من بداية من نهاية شهر مارش الى النص شهر ايبريل لا حد يسألني ثاني فاضي 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 يقول لك اذا كنت لفل واحد لفل اثنين قل له هصي لانو ناس كتير يشيروا ينضفوا بس يتأخروا عشان يطلعوا الويس شات هينزل في الباتش هذا يا شباب الويس شات يشتغل بطريقة ما يشتغل الويس الا للناس اللي تسوي معهم كيو انا وانت صاحبي سوينا كيو مع بعض او خمسة دخلنا مع بعض انفتح لنا الويس انت داخل مع واحد حيفتح لك التشات ما حيفتح لك التشات مع الثلاثة البقية اول ما تفتحوا من يوم ما تدخلوا البارتي مع بعض حيفك لكم الويس شات اوكي تيجر تغير الفوليوم والصوت حق الشخص في هذا وطبعا تيجر تقفلوا زي ما تبقى باق ما في شي ضروري غريتا غان قودس ميس فورتشيني اعيال ازل ازل اي 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 غرا تيك ات lovely اه هكستك برضو هيكون في الكرافتين ما تقري جيبوه من الهكستك مرة حلو صراحة انشفتو عجبني اه غير كده برضو اده الله ايانكم ما حتفرجوا على سفر انا قالي والله نفسي علعبه بس عشان اللي هو بردو برديو برديو قال ليو اوكي فهو سفر هو يوصل ويوصل وهي يتوصل اه اه اشي اسمه اه بيتزا و كرومات و تار ارف وبكده نكون خلصنا الباتش نوت العظيم هذا اي لك فورو صراحة للتشينج التعييرات اللي سووها ويش تغير في الميتا الجناغل اللي هما اظن الجنغل ميتا هيتغير مرة كويس او هيصير فيه فوكس على الجنغل اللي هما تانكي اعا تانكي ميتا حتزيد حبتين شوية بسبب التعييرات هذه في كل حالات الله واتاكم السحر وعافية يا شباب مشكورين ما قصرته لا تنسوا انه انا سوي بث يومي في يوتيوب وتويتش لا تنسى اذا عجبك الفيديو تسوي له شير وتسوي سبسكرايب ولا تنسونا في بدعواتكم الله واتاكم السحر وعافية مشكورين ما قصرته نشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم على خير وانتو طيبين وإلى اللقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة